موسيقى كانت الاستجابة السياسية للوباء محل نقاش بين عواصم الاتحاد الأوروبي منذ ربيع 2020 تم التوصل إلى حل مشترك متمثل في حزمة إنقاذ تعد أكبر بخمس مرات من خطة مارشال بهدف توفير الإعانات وزيادة مرونة اقتصادة دول التكتل فهل ستكون كافية؟ ناقشت يورو نيوز الموضوع مع كبار سياسيين من النمسا وسطوفاكيا وجمهورية تشيك في مؤتمر غلوبساك 2021 في براتسلافا اسمح لي أن أبدأ بسؤالك عن خطة التعافي والصمو كان هناك الكثير من الجادل حولها هل تعتقد أيها المستشار أنها ستكون كافية لإنعاش وتحريك الاقتصاد؟ نعم أعتقد أنها ستكون كافية ويجب أن تكون كافية نعتقد أنه من الضروري استثمار الكثير من الأموال لدفع الاقتصاد لكننا لم نكن لنوافق على ديون دائمة ولا نريد تكرار هذا الأمر عدة مرات نعتقد أنها كانت آداة ضرورية في هذا الوقت لكن شيء يجب أن لا نكرره كثيرا هل تقول أن هناك شكوك أقل الآن؟ نعم هناك شكوك أقل لأننا اتفقنا على الأرقام اتفقنا على حزمة أوسع تضم سيادة القانون ومعايير أخرى اتفقنا أنه يجب أن يكون هناك تركيز رئيسي على الاستثمار في الرقمنا والاقتصاد الأخضر مما يجعل اقتصاداتنا أكثر مرونة وأكثر قوة أيضا وأخيرا وليس آخرا اتفقنا على أنها خطة تأتي كآدات واحدة وأنه ليس اتحادا دائما للديون وهذا كان أهم نقطة بالنسبة لنا رئيس الوزراء هيجر ما رأيك في ذلك؟ هل سيكون ذلك كافيا؟ وما هي أهم الاستراتيجيات في بلدكم؟ إذا أردنا استثمار الكثير من الأموال من جيوب الحكومة وزيادة الديون فيجب أن تكون لدينا استثمارات مرتبطة بالإصلاحات لعلمنا أن الإصلاحات هي التي توفر تمويلا عاما صحيا لذلك يجب أن يسير هذا جنبا إلى جنب مع خطط الإنعاش من أجل منع نمو إضافي للديون وبذلك نخلق أدوات يمكنها خفض الدين لاحقا لمساعدة الاقتصاد على النمو وبالتالي إصلاح المعاشات التقاعدية والإصلاح الضريبي وإصلاح التعليم وهذا يعتمد على حسب البلد لكن عنصر الإصلاحات يجب أن تتم مناقشته في كل مرة نتحدث فيها عن حزمة الأموال هذه لا نتحدث عن إجراء إصلاحات وعليه نستثمر الأموال التي لن يكون لها تأثير كبير كما ينبغي نائب رئيس الوزراء حتى قبل الأزمة في جمهورية تشيك حددنا الأولويات الجديدة لقد غيرنا الأولويات تماما على مستوى البلد وبدأنا في الاستثمار في البحث والتطوير ولكن كدولة مستقبل نود أن نقدم ونروج للتشيك على أنها ليست بلد الجعة الرخيصة مع رصيف جميل عند جسر تشارلز ولكن كدولة معرفة وابتكار وعلم وجامعات وبالنسبة لخطة التعافي والمرونة فهي تستند إلى استراتيجية الابتكار والسؤال عما إذا كانت الخطة كافية فمن وجهة نظرنا تكفي تلقينا بعض الأسئلة وأود أن أطرح أول هذه الأسئلة عليكم كيف سيواكب التضامن السياسي عبر المجتمعات الأوروبية الإصلاحات الاقتصادية التي تم تسليط الضوء عليها؟ رئيس الوزراء بعد الوباء نشعر أن الناس قد سائموا الحجر لقد مروا بأزمة كان علينا المساعدة كحكومات لكن لا يمكننا أن ننسى في المناقشة العامة أن هناك أماكن أخرى في العالم علينا المساعدة فيها والتضامن بشكل عام هو كلمة نحتاج إلى شرحها بشكل عام من أكثر حتى في السياسة المحلية ما رأيته في الماضي أو خلال الأشهر أو السنوات الماضية وأعتقد أنه جاء مع عبارة أمريكا أولاً وهذا ما نسميه أنانية أعتقد أنه من الخطير جداً جداً أن يصبح العالم المتقدم أنانياً أوافق تماماً رؤية التضامن في الاتحاد وأعتقد أن جميع الدول الأعضاء يمكنها الاتفاق على ذلك ما ننساه أحياناً داخل التكتل هو أننا نتنافس مع أجزاء أخرى من العالم مع الصين والولايات المتحدة والعديدة من البلدان الأخرى وإذا نظرت إلى معدالة النمو الاقتصادي فعلينا أن نتجنب التحول إلى متحف بمستوى معيشة مرتفع يتعين علينا دائماً أن نكرر ونذكر أنفسنا بأن أساس التضامن وأساس الاستثمارات العامة وأساس المعايير الاجتماعية الأعلى هو التنافسية والنمو الاقتصادي إذا نظرنا مثلاً إلى المملكة المتحدة كان لديهم تطور سلبي للغاية العام الماضي لكن هذا العام سيكون لديهم معدل نمو اقتصادي بنسبة 7% وإذا نظرنا إلى الصين حالياً فهي تتمتع بنمو اقتصادي هائل أعتقد أن ما يجب أن نركز عليه هو التضامن بالتأكيد لكن علينا دائماً أن نذكر أنفسنا بأن التضامن ممكن إذا كنا جميعاً أي الأعضاء السبعة والعشرون متحدين بنجاح ولكن كيف نجد هذا التوازن وكيف يكون التكتل ناجحاً ومنافساً قدر الإمكان عالمياً دون تقلص هذا القدر من التضامن داخل الاتحاد الأوروبي يمكنهما العمل معاً يمكنك القيام بعمل رائع كما يمكنك دعم مسؤوليتك الاجتماعية تماماً يتعين علينا موازنة ذلك من ناحية البيئة المستدامة في رأيي إنها إمكانية عظيمة للتعاون بين الدول الأعضاء سؤال آخر يقول يجب تخصيص 37% على الأقل من إجمال الإنفاق نحو الانتقال الأخضر مع توجيه صارم كيف نتأكد من أن العملية برمتها لن تصبح مجرد حبر على ورق في بعض الحالات وضمان أنه هناك ما يكفي لتحقيق تحول أخضر لا أعتقد أنه حبر على ورق من المهم ما نستثمر فيه ضمن هذا الإطار في بعض البلدان المتطورة سيكون من السهل إنفاق هذه النسبة أو حتى نسب أعلى في بلدان مثل سلوفاكيا وأجزاء معينة من سلوفاكيا ما زلنا عالقين ولم نتمكن من الاستثمار بما يكفي للخروج من القرن العشرين إلى القرن الحادي والعشرين كان علينا حقا إعادة التفكير فيما يجب فعله وأين نصرف هذه النسبة لكننا ذهبنا في الاتجاه نحو خفض الإنبعاثات وتخطيط المنازل إذ نعلم أن الكثير من العائلات لديها منازل في حالة سيئة مع استهلاك طاقة سيئة هذا هو المجال الذي وضعنا فيه الكثير من الأموال لأنه يقلل من الإنبعاثات كما أنه يساعد في استغلال الطاقة لذا أجل لا أعتقد أنه سيكون مجرد حبر على ورق أجر البرلمان الأوروبي مسحا أظهر أن الأوروبيين يريدون أن ينفق الاتحاد الأوروبي ويستثمر أكثر في الصحة هذا شيء نفهمه جميعا مع الجائحة بخصوص النمسا فضل معظم السكان الإنفاق على تغير المناخ وحماية البيئة في جمهورية التشيك الانتعاش الاقتصادي وفرص جديدة للشركات وفي سلوفاكيا العمالة والشؤون الاجتماعية كيف تعلقون على هذه النتائج؟ لم أكن أعرف هذا ولكن يبدو جيدا لأن هذا ما نقوم به أنا سعيد إذا كان الناس سعداء نحن نستثمر أكثر من 40% من الحزمة في التحوض الأخضر وحوالي 40% في الرقمنا هذا يبدو جيدا تماما لكن أعتقد أن الأمر بالنسبة للكثير من الناس لا يزال مجردا لذا لست متأكدا مما إذا كانت هناك فجوة كبيرة بين الدول الأعضاء لكنني لا أعرف الأرقام شكرا لك كما تعلمون لدى جمهورية التشيك بيئة اقتصادية خاصة وهيكل اقتصادي مختلف خاصة بالنسبة لقطاع الطاقة لأن 60% من أنظمة تدفئة المركزية تعتمد على الفحب 45% من الكهرباء تعتمد على الفحب هذا يعني أنه يتعين علينا نقل كل هذه المصادر إلى مصادر منخفضة الانبعاثات إنها طريقة صعبة للغاية نبدأها الآن بالطبع المستقبل هو مصادر الطاقة المتجددة ولكن أيضا الطاقة النووية وفي الوقت نفسه نحتاج إلى دعم الاتحاد الأوروبي لنقل بعد عشرة أو خمسة عشر عاما كما هو الحال في القطاع الصناعي نحن من أكثر البلدان الصناعية في أوروبا وفي المركز الثلاثة الأولى وهذا يعني أنه يتعين علينا تغيير القطاع الصناعي والبنية التحتية الصناعية تماما إلى تكنولوجيا منخفضة الانبعاثات والشيء نفسه بخصوص النقل لأن عشرين في المئة من الانبعاثات في جمهورية تشيك مصدرها وسائل النقل لدينا استثمارات في المستشفيات والرعاية الصحية لأننا نعلم أن هناك فجوة كبيرة أعتقد أن هذا هو أحد أسباب هذه النتائج في الاستطلاع لكن أيضا يذهب مبلغ كبير من المال نحو قطاع الابتكار وخصصت أكثر من 600 مليون يورو للابتكارات لأنه مجال نرى فيه المستقبل نحن بلد صناعي للغاية ونريد أن نطور البنى التحتية لاقتصادنا من خلال الاستثمارات والابتكارات مثل البلدان الأخرى وسيكون هذا أساسا قويا للتعاون المستقبلي والذي أتطلع إليه بشدة مع هؤلاء الجيران والأصدقاء الرائعين أيضا على الرغم من كل هذه الفوضى كان علينا الاستثمار في المستقبل وهو أمر مهم للغاية بالنسبة لسلوفاكيا لدي استطلاع آخر يقول إن 43% من الأوروبيين راضون عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومات الوطنية حتى الآن لمكافحة الوباء 43% يبدو هذا جيدا هل يمكن أن يكون أفضل؟ وكيف يمكن ضمان أن هذه المساعدات ستستخدم لزيادة ثقة المواطنين تجاه الحكومات الوطنية؟ لا يمكنني التحدث إلا باسم بلدنا لكن بالطبع أصابنا الوباء بشدة كان من المريع أن نرى عدد الأشخاص الذين فقدوا وظائفهم لدينا حوالي 15% من نتيجنا المحلي الإجمالي يعتمد على السياحة كان هذا فضيعا للعديد من مناطق النمسا والآن هذه القطاعة تتعافى السياحة تعود ويعود الناس إلى وظائفهم سيكون لدينا تطور إيجابي للغاية في الأشهر والسنوات القادمة ولا يزال صندوق الإنعاشي بأكمله في حالة التخطير لذا فإن إنفاق هذه الأموال سيساعد أكثر شكرا لك رئيس الوزراء 43% هل هذا جيد؟ هل هذا سيء؟ هذه هي النتيجة يمكن أن تكون أفضل الشيء المهم هو أننا لا نتوقف لم ننتهي كما قلت لم نتوقف ما زلنا نفكر في كيفية التعايش مع فيروس كورونا للفترة القادمة التطعيم مهم جدا ونعلم أنه سيتعين علينا تطعيم العالم بأسره إذا أردنا حقا التخلص من فيروس كورونا لكن بالتأكيد المستوى الذي نحن عليه الآن سيكون أفضل بكثير للحياة في أوروبا لذا بالتأكيد سنمضي قدما ولا نستسلم ولا نتهاون شكرا لك لدينا سؤال هناك هل يمكنك الوقوف من فضلك؟ سؤالي حول الشروط هل هي فقط حول الإصلاحات الهيكلية؟ لأن الاتحاد الأوروبي لديه قوة معيارية أيضا في العالم الشروط المتعلقة بسيادة القانون وبالخصوص القضاء المستقل حرية الصحافة وعدم التمييز حقوق المجتمع الميم إلى آخره ما رأيكم في هذا؟ أوافقك أنه كان نقاشا كبيرا وأيضا أحد النقاط التي طرحناها في المناقشة يجب أن تكون سيادة القانون أساسا إذا أراد أحد أعضاء أعضاء الاتحاد الأوروبي الحصول على الكثير من الأموال من الدول الأعضاء الأخرى والتي يتعين عليها دفع ثماني ذلك بالطبع كما هو الحال دائما في الاتحاد كان علينا إيجاد حل وسط لذا كان من الممكن تضمين شروط أكثر لكننا على الأقل اتفقنا على شيء يتعلق بسيادة القانون لا أرى حقا سببا لوجود مثل هذه الشروط من ناحية أخرى فالاتحاد الأوروبي من أفضل الأماكن للعيش فيها إنها بيئة ديمقراطية بالنسبة لنا فسيادة القانون لها الأهمية الأولى لأن أي ديمقراطية لا يمكن أن تنمو في بيئة أخرى غير الدولة التي فيها حكم القانون بشكل كامل هذا شيء متفق عليه وإذا رأينا أن هناك بعض الآراء الأخرى حول هذه الشروط فمن الجيد بالتأكيد إجراء نقاش حولها ومحاولة فهم ما ورائها لكن علينا فهم أن الاتحاد الأوروبي هو اتحاد من دول مستقلة ذات سيادة بالنسبة لسلوفاكيا كما نرى في الوضع الحالي حكم القانون هو شيء نريد بناءه فيها نريد أن نجعل سلوفاكيا دولة ديمقراطية صلبة لها جذور راسخة في سيادة القانون لدينا فرصة عظيمة لإدارة خطة كخطة الإنعاش الأوروبية ليس فقط خطة لدولة معينة وقوة هذه المبادرة لهذه الخطة هو في الأعمال التجارية والميزانيات العمومية وكما نعلم توجد على جانب الأيصر الأصول وعلى جانب الأيمن حقوق الملكية والمسؤوليات مساء الخير اسمي يانا أستاذة في جامعة كاليفورنيا سمعنا الكثير عن البيئة والابتكار أود أن أسمع المزيد عن خطتكم لمعالجة التفاوتات الإقليمية وارتفاع الهو بين أصحاب الثروة وأصحاب الدخل والتفاوتات بين القطاعات نعلم أن بعض القطاعات كانت رابحة خلال الوباء ققطها على صناعات الأدوية وقطاعات أخرى كانت خاسرة إذا كان بإمكانكم إخباري قليلا عن خطتكم لمعالجة هذه المشكلات رئيس الوزراء إذا كنت تريد أن تبدأ نعم بخصوص سؤال الرابحين والخاسرين فإن هذا الوباء برمته كان بالتأكيد غير عادل وسلوفاكيا بالد صناعي لقد سعدنا هذا في عدم وجود أرقام سيئة في البداية توقعنا أنه سيكون لدينا انخفاض في إجمالي ناتج محلي ما يقرب من 10% ولكن في النهاية لم يبلغ حتى 5% عندما تتحدث عن الفوارق الإقليمية فهذا هو التحدي بصراحة لا أعتقد أن هناك إجابة مختصرة لذلك ولا حلا مختصرا كذلك نعاني في سلوفاكيا من هذا الأمر منذ 20 عاما وكانت كل حكومة تكافح لتغيير الوضع وفي نهاية فترة العشرين عاما أدركنا أن الأمر أكبر مما كنا نظن أعتقد أنها البنية التحتية والتعليم والاستثمارة في جميع أنحاء البلاد وهذا مهم جدا يمكن أن نبدأ العمل يدا بيد وخطوة بخطوة شكرا لك بخصوص الرابحين من الأزمة أود القول أن الشركات الرقمية وشركات التكنولوجيا هي بالتأكيد من بين الرابحين أعتقد أنه يجب علينا أيضا إيجاد طريقة على المستوى الأوروبي لفرض ضرائب أفضل على هذه الشركات ما نحاول القيام به أيضا هو أننا نريد إعادة إدماج أكبر عدد من الأشخاص في وظائفهم لذلك نستثمر 700 مليون يورو في بلد صغير به 9 ملايين شخص في برامج تحسين المهارات التي تركز بشكل خاص على العاطلين عن العمل على المدى الطويل وإعادة توظيفهم في الوظائف مرة أخرى شكرا لك بما أنك تقيم معدل البطالة خاصة في دول أوروبا الوسطى فإنهم منخفض للغاية في جمهورية تشيك والخاسرون بالطبع هم تجار الترزئة والخدمات الصغيرة وهذا هو سبب دعمنا لهذه الفئة بالكثير من الموارد نحن ندعم هذه الفئة من الشركات الصغيرة والمتوسطة خاصة في مجال الأعمال مثل الخدمات والمطاعم والتجار التجزئة الصغار لكن علينا أن ننتهي من هذا الدعم ونبدأ نوعا جديدا من الدعم يعتمد على الاستثمار والابتكار مثلا البرامج كالقروض الضمان والقروض المصرفية لأننا يجب أن نوازن وندير أيضا سوق العمل شكرا جزيلا لكم شكرا لجميع المتحدثين في هذه الجلسة شكرا لكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر